شايفين شجرة الزيتون هاي اللي وراي هاي شجرة مباركة ذكرت بالقرآن الكريم في إلها ثلاث طرق لزراعتها نقدر نزرعها من خلال العقل ونقدر نزرعها من خلال البذور ونقدر نزرعها من خلال الترقيد الهوائي إن شاء الله من خلال هذا الفيديو راح أعلمكم طريقة زراعتها خطوة بخطوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة نقدر نزرع بذور شجرة الزيتون ابتداء من فصل الربيع بالشهر الثاني والثالث والرابع ونقدر نزرع بالخريف بالشهر العاشر ولدعش لغاية الشهر الاثناش وبإمكان نزرع بحية لنوع تربة سواء كانت طينية أو رملية لكن لازم نخلط مع التربة سماد عضوي اللي ما يعرف السماد العضوي يعني مخلفات الأبخار أو الماعز أو الطيور بشكل عام وبما أنه أنا زرعت البذور بقلب سطل لازم نغلف السطل بقنينة بلاستيك حتى التربة تكسب حرارة ورطوبة وبهذا البذور تفرع سريعا وإحنا إذا بدنا نزرع البذور بحوض زريعة لازم نغلف الحوض بكيس بلاستيك أيضا حتى التربة تكسب حرارة ورطوبة وإحنا لو زرعنا بذور شجرة الزيتون البذور ما رح تعطينا شجرة زيتون طبق الأصل اللي جبنا منها الثمار لذلك إحنا بعد ما نزرع بذور شجرة الزيتون ومجرد البذور ما تفرع وتصير شجرة ويصير عمر الشجرة سنة أو سنتين تقريبا لازم نجيب طعم من شجرة زيتون تكون مؤصلة ومثمرة وجيدة ونوصل الطعم مع الشجرة اللي زرعناها من خلال البذور حتى تعطينا ثمار ذات جودة عالية أما لو زرعنا شجرة الزيتون من خلال الترقيد الهوائي أو من خلال العقل الشجرة ما تحتاج تطعيم وبالنسبة لأصناف الزيتون أصناف كثيرة أهم الأصناف اللي تشتهر عندنا بسورية الصوراني الزيتي القيسي الخضيري الدعيبلي الدان المعصبي وإحنا لو زرعنا شجرة الزيتون من خلال البذور لازم كل ثلاث شهور بعد الشجرة ما يصير عمرها سنة نقلمها أو نبندها حتى الشجرة ساقها يذخن ونقدر نطعمها بعد مرور سنة أو سنة ونص وشجرة الزيتون بإمكان نزرعها سقي وبإمكان نزرعها عذي لكن إذا بدنا نزرع شجرة الزيتون عذي بدون سقاية لازم نزرعها بتربة تكون خصبة حتى الشجرة دائما تتغذى من التربة الغنية بالرطوبة وصلنا إلى نهاية الحلقة إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو لو بمعلومة واحدة أتمنى منكم الاشتراك في القناة كنوع من الدعم وأتمنى منكم مشاركة المقطع حتى يعمل خير على الجميع كان معاكم أخوكم مروى المنصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته